اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فإن الجنة هي المأوى نعم ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل فإن اتباع الهوى يصد عن الحق وطول الأمل ينسي الآخرة الله أكبر أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل ينسي الآخرة أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل ينسي الآخرة أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل ينسي الآخرة أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأ Перв recommence أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل أخاف على أمتي أ 분� منيرا على إمام من ينالج من ينالج دانفن بلجل إمام وصراج منيرا منيرا ينور الكل والكل ينور به صلى الله عليه وسلم على جب النور دي بما وابب النور صرم وصراج منيرا صلى الله عليه وسلم على إمام من ينالج من ينالج نور صر الله دي بيتين تغني ما بيتام وموني كي شوفي كتا فنيني ندقو مجي طلو عصبا يغنيك عن المصباح ندقو جراء خبائي بمونج لانبانا على كران نالج صلى الله عليه وسلم دي بيتين بلي فنيالات ما أمن فني كان لئي خبائي بمونج لانبانا خبائي بمونج لانبانا البيضاء ليلوها كنهاريها لا يزيغ عنها إلا هالك المحجة البيضاء خبائي بمونج لانبانا تعليم لانبانا سرامون ينور صرائي سرامون جيلنو سرامون سوفلا ندقو تجربه لانبانا دي بيتين بلي أي دي بي بي انسانا نالي 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 سراء جم نير ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر او جحي مباي من بي او بي كيلة باني روي على كامبالج لنكشي كهانتان اتلى لك فانوين اكو واما من خافة مقام ربي ونها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ناني ما منزا ايا ادونا فوقو تكي بيلا اي بنا تاجو على نيكورو دونو لكي نينا على ني مبو ني بامي نكي كي كي عدم ديني كي كي عقلي تكي كي نيكو نفو مبلاجي لنكربا كي عدو اسا غولا ايا دونك فوقو اتسي كا كي تي نداما تكي بي نموينا تكي مني يابلاجي لندي اسرانا ونية افوري يكو او تكي ندكي ما ني وندس الديني نينتوى نمانية يكا هيرتالى مامي يودن وام прямاذ من خافة مقاما ربي ني يودن اذا وقديرمون ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الحمد لله وحده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة سبحانه اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأصماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما ابقيتنا واجعله الوارث فينا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حياتنا كلها يا رب في سبيل خدمة دينك يا الله اللهم اجعل حياتنا كلها يا رب في سبيل خدمة دينك يا الله وارزقنا الإخلاص فيها وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر المجاهدين في سبيل إعلاء كلمتك في كل مكان اللهم سدد يا رب العالمين خطاهم يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام وكن لهم يا الله ناصرا ومؤيدا يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من قال وقوله الحق قل ادعو الله او ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى دعوناك يا الله باسمك الذات اسمك الله يا الله ودعوناك يا الله باسمك الرحمن أعظم صفاتك يا رحمن يا حي يا قيوم هو الاسم الذي دعاك به محمد صلى الله عليه وسلم يوم التقى الجمعان يوم الفرقان ندعوك يا الله بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأصرعها منك إجابة وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عن من دعاك به وتستقيم له دعاه ندعوك يا الله أن تنصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجمع شمل هذه الأمة يا رب العالمين وقيت لهذه الأمة رجالا مخلصين يجاهدون في سبيل إعلاء كلمتك ولا يخافون فيك لوم تلائم يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والأمراض يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وأراد بديننا سوءا فرد سوءه وكيده في نحره يا رب العالمين اللهم ما عليك بهم فإنهم لا يعاجزونك اللهم ما عليك بهم يا الله اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام اللهم دمرهم واجعل يا الله تدميرهم في تدبيرهم يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من قال وقوله الحق مبشراً برسوله صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم إيه كعصف مأكول اللهم جعل الأعداء كعصف مأكول اللهم جعل الأعداء كأصف مأكول اللهم عليك بهم فإنهم لا يعاجدونك يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكراً للمشاهدة